مرحبا يعطيكم العافية والسلام للجميع هناك سؤال يريد أن أسأل اليوم من الكثير من الناس لماذا لا يستطيع أن نلقى العلاج لماذا لا يستطيع أن نلقى الوقاح للفيروسات الجديدة التي تطلب سأشرح لكم في هذا الفيديو كل هذا دعنا نأخذ مثال بسيط انفلونزا أو الرشح أو الزكام العادي اللي كل الناس تمرض فيه أشرح لكم عنه عشان تعرفوا كيف هذا بتطبق على أي فيروس تاني خلينا في البداية نحكي شو هو الفيروس الفيروس هو عبارة عن جسم غير حي بما معنى أن هذا الجسم يبقى خارج الجسم الحاضن اللي هو الإنسان أو الحيوان أو حتى النبات أو بكتيريا يبقى لمدة زمنية ممكن تكون ساعات ممكن تكون أيام ممكن تكون أشهر حسب نوع الفيروس وقدرته على التأقلم بس هو ضعيف فما بعيش مدة طويلة أو بناش نحكي ما بعيش لأنه هو مش كائن حي بس ما بيقدر يتكاثر ما بيقدر يتنقل ما بيقدر يتحرك ومعظم الفيروسات بحيط فيها طبقة أو محيط خارجي وجواها يابكون دي انا اي او ار انا دخلنا بالتعقيدات خلينا نخفف شوي الحمض الوراثي اللي هو بيشكل شو هو هذا الفيروس أو بحكي شو هو هذا الفيروس هنحكي عنه بعدين هذا الفيروس عشان يتكاثر لازم يدخل جسمك أو جسم حاضن أو جسم حيوان بدخل جوا الخلية بفكك الغلاف الخارجي وبطلع الحمض الوراثي هذا وبيصير يعمل ايش كوبي بيست كوبي بيست يزير يعمل نسخ من نفسه تكبر الخلية ببطل فيها مجال تنفجر بروح على خلايا تانية وبالتالي بتصير عملية التطوره في الجسم طيب شو المشكلة المشكلة انه هذا الفيروس لما يتغير تطوره قد يحدث شيء اسمه موتايشن أو تغير جيني في الطفرة الوراثية هاي تباتوا أو طفرة وراثية فبالتالي ببطل يشبه أبوه أمه خلينا أشرحكم إياها أفضل هلأ كل ولد بولد مئة بالمئة بيشبه أبوه أمه لا لازم يوخد شوي من أبوه شوي من أمه وحيانا كتير بتصير طفرات لا بوخد من أبوه ولا من أمه بصير شغلة غريبة وهذا اللي بصير بالفيروس مش دائما بتصير الطفرات بس ممكن تصير الطفرات ليش؟ تذكروها هنحكي عنها بعد شوي طيب هلأ شو المشكلة؟ طيب أوكي دخل على الجسم كل الناس بترشح؟ لا في 33% من الناس ما بتظهر عليهم أعراض الرشح مع إنه الفيروس هذا موجود جوا جسمهم طيب وهذا عم بيصير الآن في الفيروس الجديد مع أول؟ نفس النسبة يمكن تكون أكثر في فيروسات يمكن تكون أقل بس في ناس كتير شو السبب؟ جهاز المناعة جهاز المناعة تبعك بيكون أقوى من الفيروس وبيقدر يتخلص من الفيروس بأسرع وقت بما معنى كنه واحد حرامي داخل عندك على البيت اوكي؟ إذا عندك كاميرات و أجهزة انظار ممكن ترصده من البداية تتصل بـ 911 يجي مسكو وانتهى الموضوع بس إذا ما عندك أجهزة رصد في البيت بدخل حرامي وبدخل معاه عشرة وانت صاحب ننايم فوق ولا داري في الدنيا بسرقوا كل البيت وبروحوا وبطلعوا صح أو لا؟ هذا اللي بصير في جسمك هذا اللي بصير في جسمك الآن بالنسبة لفيروس الإنفلونزا خلينا نرجع له هل هو فيروس واحد زي الفيروس الجديد اللي عم بطلع هذا؟ لا المشكلة في الإنفلونزا العلم في حوالي أكثر من أربع سلالات ناس تحكي خمسة حسب لهذا في سلالة A، سلالة B، سلالة C، سلالة D، سلالة E من فيروس الإنفلونزا في كل سلالة سمعتوا عن H1N1؟ هذا جزء من سلالة A في حوالي 18 واحد في سلالة A، فبشكل عام يمكن 30 فيروس يسببوا الإنفلونزا وللعلم أربع منهم أولاد عم الفيروس الجديد اللي هو كورونا هذا أربع منهم، ولا حدا بحكي عنهم، لأنه هؤلون صار عندنا في جسمنا مناعة ضدهم طيب، الآن في سؤالين عم بيجوا على أرض الواقع شو هو الحل؟ هل في علاج للإنفلونزا؟ ولا في مضاد أو مصل؟ طيب، علاج للإنفلونزا ما فيه وما في حدا حيطور علاج للإنفلونزا فيه علاجين بيستخدموهم بس مش مشهورين أو مش مستخدمين كثيرا ليش؟ لأنه زي ما حكينا أنه الفيروس هذا بيطور حاله، بيغير طفرته الجينية وانت عادة بس تسوي علاج بيسوي علاج للطفرة الجينية هاي أو للجين هذا عشان تقتله عشان ما يتكاثر فإذا هو غير الطفرة الجينية معناها علاجك بطل له فائدة هل تتوقعوا شركات الأدوية؟ هتدفع، أنتوا سمعين أديش بيدفعوا هلأ؟ ملايين، أبحاث، عشان يتخلصوا منه؟ لا، مع أنه بقته الناس أكثر من الفيروس الجديد بس شو اللي بيصير؟ إنه ما في حدا مهتم فأقول لك خلص مش مشكلة اللي ضعيف جسده يعني حيموت أكيد بس اللي جسمه قوي وعنده جهاز مناعة بنعطيه شوية ريفانين أو بانادول أو باراستامول وريفر وخلص وبتروح درجة الحرارة وهذا أهم شيء ويومين ثلاث أسبوع بنقول له كل غذي حالك واشرب شربات والدكتور بقول له روح روح ما تسويش إشي يستريح وانتهى الموضوع فالإنفلونزا بشكل عام هاي العلاجات تبعتها يعني ما في لها علاج فما تتوقعوا أنه يوم من الأيام إنه والله عم بيسووا علاج عم بيحاولوا يجدوا الآن علاجات قديمة إنه ميقدروا يستخدموها في هذا الفيروس خلينا نرجع للإنفلونزا حكينا شو العلاج؟ العلاج هو المادة اللي بتعطيها للمريض اللي معاه المرض عشان تشفيه هذا هو العلاج أما اللقاح أو الفاكسين اللي هي بتعطيه للشخص السليم عشان ما يمرض فرأتوا بينهم العلاج للمريض واللقاح للسليم ممتاز كل الشركات الآن عم بتفكر باللقاح اللقاح أهم لأنه كم واحد مريض عندنا في العالم مليون ونص مليونين ثلاث رقم مش كبير بس كم متعافي عندنا في العالم عندنا سبعة مليار فإذا أنا كشركة مصنع على الأدوية قدرت أصنع باكسين وبيعه لها سبعة مليار أحسن اللي من أبيعه لها مليون أو مليونين أو ثلاث ففعلياً معظم الشركات الآن عم بتفكر كيف تصنع اللقاح أو فاكسين مش علاج موضوع العلاج هنحكي عنه الآن في الفيروس الجديد لكن في اللقاح هو الأهم طيب معناها الموضوع سهل لا مش سهل يا جماعة لقاح الإنفلونزا اللي بنواخده قبل ما تيجي موسم الإنفلونزا بكون تصنع من السنة الماضية موضوع اللقاح بده وقت يعني لازم يمر بأبحاث لاب في المختبر مختبرية كل بحث لازم يثبت إنه فعال عشان تنتقل للبحث اللي بعده بس تخلص هاي الأبحاث تنتقل لمرحلة التجربة على الحيوان بس تخلص هاي التجربة لها طريقة بتسوي تجربة على البشر هذا الموضوع في أحسن الحالات بده 12 شهر هذا إذا كان عندك البروسيجر وكل إشي ماشي في أحسن الحالات بده 12 شهر معظم الحالات أو النور بده 18 شهر في حالات 40 سنة فيروسات كثيرة موجودة حوالينا وما أدري إن الآن لها لا لقاح ولا علاج كثيرة يعني أعد لك ولا تحصي الآن بس فيروسات قدرنا نلاقي لها ليش؟ لأنه بكون تركيبها الجيني سهل وعارفين كيف بتأثر على الجسم الميكانيزم تباعها وبالتالي تأثيرها سهل فإيجاد لقاح موضوع مش سهل العلماء عم بدرسوا الآن وعم بيحاولوا بعض الشركات حكت إنه الفيروس الجديد لأوله لقاح لكن في تجربة الآن في مرحلة التجارب تجاوزوا مرحلة الحيوان وبدأوا يتبقوا على البشر وهي يعني شغلة خطيرة بس إن شاء الله تنجح يعني لأن المرحلة المرحلة خطيرة وكل شركة أو كل دولة بدها تثبت إنه هي اللي وجدت هذا اللقاح وتبدأ تبيع للعالم وتجيب مصاري طيب بالنسبة للدواء في الفيروس الجديد سمعنا كتاب السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر